اشتركوا في القناة ولكن من قبله باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس لإقناع وليد راكراكي خطوة مهمة من لاعب مغربي بارس قرار لاعب مغربي بارس خطوة خطوة مهمة في سبيل إقناع وليد راكراكي بالعودة للمنتخب المغربي ويجري سفيان بوفال تدريبات بدنية شاقة للعودة إلى سبق عهده ومنها المشاركة في بطولة إفراقية للأمم وحسب المعلومات القادمة من قطر فإن بوفال يجري تدريبات شاقة بالبحر وتحت شمس حارة أملا في الحصول على وزن رياضي متالي وعاد بوفال لتدريبة الجماعية بعد غياب أملت الإصابة التي أبعدت عن راين القطر والمنتخب المغربي وأرسل راكراكي إشارة إلى إمكانية تواجد بوفال في بطولة إفراقية للأمم مؤكدا أن نجم مونديا القطر 2022 من الممكن مشاهدته مع المنتخب المغربي في بطولة إفراقية للأمم وليد راكراكي يعلنها ويكشف السبب الحقيقي للصدعاء السوفيان ديوب كشف وليد راكراكي مؤدرب المنتخب المغربي عن القائمة النهائية المستدعات لمباراة طنزانيا في الواحد والعشرين من نوامبير لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفراقية المؤهلة إلى نهائية كأس العالم وقال المدرب راكراكي في المؤتمر الصحفي في مركز محمد السادس لكرة القدم أن القائمة النهائية شهدت وفدا جديدا هو سوفيان ديوب لعب نيسا الفرنسي الذي فضل ارتداء قميس المنتخب المغربي بدلا من اللاعب للسينيغال أو فرنسا وقال راكراكي أن سبب استدعاء سوفيان ديوب وتفضيله على لاعب أخرين أبرزهم سوفيان رحمي هو أن اللاعب ديوب يجد اللاعب في أكتر من مركز في الخط الهجومي وهو ما سيساعده تكتيكيا بشكل كبير عكس سوفيان رحمي مثلا الذي يلعب فقط في الجناح الأيمن وأضف راكراكي أن هناك منافسة قوية بين جميع اللاعب لانتزاع مكانة في بطولة كأس أمام إفريقيا واعتبر أن سوفيان رحمي ومرضباتنا يستحق أن فرصة اللاعب المنتخب المغربي وحول ميلث إبراهيم دياز وعدم استدعائه مجددا أجاب المدرب راكراكي بأن النجمة نادي ريال مادريد الإسبانية ما زال يتير اهتمامه ويأمل أن يحسم صاحب الأربع والعشرين سنة رأيه في اللاعب للمنتخب المغربي كما فعل حكيم زياش وأشرف حكيمي ونصير مزراه وأمين عدلي واعتبر مدرب منتخب المغرب أن اللاعب دياز هو من عليه الاختيار في نهاية المطف مع أنه يأمل أن يتحقق ذلك في القريب العاجل المغربي أخو ماش والجزائري مندي يرفضان للوقوف دقيقة صمت في مباراة فياريال ومكا بحيفة الإسرائيلية رفضت هنا إنادي فياريال الإسباني المغربي إلياس أخو ماش والجزائري عيسى مندي الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق مباراة الفريق الإسباني أمام مكا بحيفة الإسرائيلية التي جرت بقبرص مساء الخميس برسم مصابقة الدورة الأوروبية وأشرت صحيفة أصل إسباني إلى تقدم النادي الإسرائيل المصدف بطلب من أجل الوقوف دقيقة صمت حددا على القتل الإسرائيلي في هجوم حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهر الماضي وهو من جعل أخو ماش وزميله ماندي لا يصطفان مع باقي زملائهم منتظف الملعب للوقوف في دقيقة صمت وتبعدت الصحيفة أن النادي الإسباني كان قد أبلغ الفريق الخصم وممثل الوفا وكذا لعبيها بالوقوف دقيقة صمت حددا أيضا على الضحايا الفلسطينيين في قطع غزة لكن أخو ماش والزميله لم يتقبل فكرة المشاركة في مشهد حداد يشمل التضامن مع إسرائيل وجرت المبارات في أيك آرينا بمدينة لارانكا القبرصية بأبواب مقفلة وفي ظروف أمنية مشددة علما أن لقاء الذهاب الذي كان مقررنا الشهر الماضي بملعب لسيراميكا تم تأجيله بسبب الحرب وحالة عدم الأمان في إسرائيل غيابه عن المنتخب المغربي سوفيان رحيم يرد بهذه الطريقة نشر سوفيان رحيم منشورة عقب غياب اسمه عن لائحة المنتخب الوطني المغربي وفوجئ الجمهور المغربي لغياب رحيم الذي يقدم مستوية جيدة مع العين في الدور الإمارة ودور أبطال آسيا والتزم رحيم الصمت لكن صفحة رسمي أعد فيها اللاعب نشر منشورات عبارة عن مقاطع فيديو تظهر مؤهلاته الجيدة وظهر في منشورة رحيم عبارة المدح منها للاعب الرجاء نوفي الزرهون يكتب فيها أنت الأفضل في إشارة إلى هدف العين أما المنشور الثاني فحمل عنوان الرقم واحد من هدف الودادة الفاسية عباس معادة في حين حملت المنشورات الأخرى نفس عبارة التناء للاعب قال عنه الرجراجي رحيم يتعجبني بزاف كان هزر راجاء لكن بلص فيها منافسين أفضل منه وتتحدث عدة تقارر عن إمكانية رحيم إلى الدور السعودي خلال الميركات الشاتو القدم اعتراف وليد رجراجي بخطأ ارتكبه في قائمة اللاعبين في نهاية كأس العالم أكد موقع وينوين اعتراف وليد رجراجي المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم بخطأ ارتكبه خلال اختياره قائمة اللاعبين في نهاية كأس العالم 2022 التي جرت بدولة قطر نهاية العام الماضي وأوضح رجراجي في حديث خلال المؤتمر السعوفي الذي عقده يوم الخمس بقاعة المؤتمرات التابعة لمركز محمد السادس بالمعمورة أنه استدعى لمونديا القطر تمانيت مدافعين بينهم ثلاث أظهر فقط مقابل خمسة في محوار الدفاع ما وضعه في مأزق بعد إصابة نصير مزراوي لعب باير ميونيخ الألماني وأشرف حكيم لعب باريسان جرمان الفرنسي خلال البطولة العالمية وعرفت قائمة المغرب في قطر حضور خمسة لاعبين في قلب الدفاع ويتعلق الأمر بكل من رومانسيس لاعب الشباب السعودي ونيف أكلاد مدافع ويستهم الإنجليزية وأشرف داري لاعب أستاذ باريسة الفرنسي وجود الياميق مدافع الوحد السعودي وبضربان لاعب قطر القطري في حين استحب معه ظهير أيمن واحد هو أشرف حكيمي وظهير أيصر واحد يحيطية الله بينما اعتمد على نصير مزراوي الذي هو في الأصل ظهير أيمن اعتمد عليه في الجانبين معا وأوضح راقراجي أن المباراة الأخيرة التي خاضها المنتخب المغربي العام الجاري أتحت له فرصة تجربة اللاعب أربعة لاعبين في الدفاع باستدعاء ثمانية مدافعين غير أن شكل منتخب المغرب لم يبدو مقنعا بشكل كبير وتابع أعتقد أن استدعاء خمسة مدافعين فقط أمر يناسب أسلوبنا لن نلعب بالثلاث لاعبين في محور الدفاع مجددا وأضف شارحا ارتكبت خطأا في المونديال بالتركيز على لاعبين بنزعة دفاعية محدة وتعلمت من تجربة كأسي الأحلام ضرورة تعزيز المنتخب المغربي بأظهرات إضافيين بعد أن أكمل المونديال بشق الأنفس إطراء إصابة حكيمي ومزراوي ووجه المدير الفني المغربي الدعوة إلى أربعة أظهرات في قائمته الجديدة ويتعلق الأمر بكل من أشرف حكيمي ونصير مزراوي وتنائي الودادي حياطية الله وأيوب العملود بينما استدعاء لمركز محور الدفاع كل من نيف أكراد ورومانسيس ويونس عبد الحميد وعبد الكبير أبقار ويدخل المنتخب المغربي معسكرا إعداديا بمركب محمد السادس بالمعمورة بداية من يوم الاثنين المقبل استعداد للجولتين الأولى والثانية من التصفية الأفريقية المؤهلة إلى نهائية كأس العالم 2026 أمام منتخب طنسانيا يوم الواحد والعشرين من الشهر الجاري